أهم التوقعات للسيدة ملكة التوقعات جوعيات للعام 2023 لمصر على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي أنا وسلم بيكم بتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يكون عائلة واحدة ولو أعجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك جوعيات طبعا قدمت توقعات لمصر من الناحية السياسية زي ما بيقدم كل عام المتوقعين جوعيات كانت مختفية بقالها عامين وقدمت العام ده توقعات وكانت توقعاتها بتكون عبر بس جوجل أو كده إنما هي طلعت السنة دي في ثلاث فيديوهات وقدمت على قناة أخرى كمان فيديوهين وعلى حسابها الشخصي ثلاث فيديوهات في العام بداية عام 2023 وأواخر عام 2022 قالت إن مصر هتواجه بعض التحديات والعقبات في تكوين علاقات مع الدول المجاورة والدول العربية والمحيط العالمي خاصة مع السودان وليبيا وأسيوبيا وده بسبب النزاعات اللي بتمر بيها مصر مع دول المنطقة خاصة نزاعاتها الحدودية مع كل من السودان وليبيا فضلا طبعا عن النزاعات اللي مع أسيوبيا على سد النهضة والأمر ده هيدفع الولايات المتحدة إنها تتدخل بشكل كبير لحل خلافات سد النهضة وعقد اتفاقيات ومعاهدات صلح وسلام وبتقول جعياد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هيهتم كثيرا بحل النزاعات المصرية مع دول المنطقة وهيسعى لحل كل خلافات ويوجود معاهدات سلام ده حسب توقعات جعياد وبتتوقع جعياد إنها تمر مصر بمرحلة من الهدوء الحدودي بعد عقد معاهدات السلام لكن بتتوقع إن مصر هتكون في نزاعات إقليمية على الحدود بالرغم من كل المحاولات لإنهاء ذلك بتتوقع أيضا إن السنة دي هتكون صعبة جدا وكبيسة على الحكومة المصرية وبتقول هيمر خلال العام ده الحكومة بظروف صعبة جدا ويقاسية وده لاتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات الخاطئة ومن أهم شيء قالته عقد اتفاقيات مش سليمة وباطلة مع دول في الخليج يعني مصر حسب توقعات جعياد هتعمل اتفاقيات مع دول الخليج اقتصادية ولكن دي هتكون مش صحيحة يعني هتكون فيها زي نصبة هتخلي مصر تتكبت خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد نتيجة الاتفاقيات الاتفاقيات دي الخاطئة الباطلة وهتعاني مصر والحكومة من تدخلات عديدة من بعض الدول الأفريقية من أبرزها أسيوبيا أسيوبيا تسعة لإطاحة الأمن المصري ويعني أنها تعمل شغب في دولة مصر بتضغط كمان عشان تضعف موقف الحكومة أمام الشعب المصري بتتوقع جعياد أن مصر هتشوف مجموعة من المظاهرات اللي هتندد بسبب قصة أسيوبيا والغلاء واللي هيكون وراها الإخوان المسلمين اللي عاوزين يستعيدوا الحكم مرة أخرى أبرز توقعاتها الصحية لمصر بتتوقع تطور فيروس كورونا هيكون له أثر كبير قوي على الوضع الصحي في مصر بالذات أن الفيروس هيستمر بمهاجمة الشعب المصري وإصابة الكتير من أبناء الشعب وإن منهم هيعاني من الفيروس بما هيتسبب في ارتفاع الإصابات والوفيات وبتقول جعياد في توقعاتها أن الوضع الصحي في مصر في الالفين تلاتة وعشرين هيكون غير مستقر بسبب فيروس كورونا وهتشوف مصر خلال العام ارتفاع وهبوط في عدد الإصابات وزبزبة في الوضع الصحي وهيكون هناك توفير للقاحات لكل المصريين للقضاء على الفيروس والحد من عدد الإصابات وبيبحث الأطباء المصريين بشكل جدي عن حل جزر الفيروس كورونا ولكن الوضع هيبقى في مصر غير مستقر وده بسبب فشل الأطباء الأطباء أو الهيئة الصحية في إيجاد حل وعلاج ناجح أبرز توقعات جعيات للنحية الاقتصادية المصر بتؤكد أن أزمة مصر الاقتصادية تستمر مع بداية عام الفين تلاتة وعشرين وممكن هتستمر العام كله لأن الحكومة زي حكومات العالم كله لم تجد حل قوي للمشاكل الاقتصادية اللي بتجتاح مصر والعالم وما فيش أحد متمكن من التوصل للطرق الصحيحة اللي هتخرج مصر أو العالم من أزمته الاقتصادية وأن الأزمة اللي شافتها مصر في نهاية عهد الرئيس حسن مبارك ممكن تتكرر مرة أخرى اللي هي الأزمة الاقتصادية وهنا بنقول أن توقعات جعيات لمصر قلناها من ناحية الاقتصادية بتقول كمان أن مصر هتفضل غارقة في الديون في 2023 بل ممكن تتفاقم الديون لأكثر من ذلك وبتتوقع أن مديونية مصر هتكون سبب في مشاكل كبيرة في المجتمع المصري وبتتوقع أن مصر هتشهد مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي والغلاء اللي الشعب مش قادر يتماشى معاه وأنها ينتشر الفقر في الشارع المصري قدمت جعيات كتير من التوقعات هنقول توقعاتها للعالم للعالم بتقول عن الرئيس جو بايدن أنه هي يعني وضع ترابط كامل لكل الأحداث أنها بتؤكد أن حكم بايدن هيكون أكتر عادل من حكم ترام وأن الرئيس الأمريكي السابق متعصب وعنده حكد كبير على العرب والمسلمين بشكل خاص ومن أبرز توقعاتها للعالم نشاط فيروس كورونا من جديد هيجعل العالم يمر بأزمة اقتصادية جديدة كبيرة وده طبعا اللي احنا شايفينه بيحصل دلوقت هتعمل على توقف الكثير من الأنشطة الحيوية في العالم وبتبين أن جوه عياد أن الأطباء والبحثين هيتمكنوا من إيجاد ممكن لقاح ناجح جدا نياق دي على كورونا بالكامير بالكامل في خلال الفين تلاتة عشرين حروب مستمرة في العالم هتفضل هنا وهناك وتغيير موازين الكوة يعني الكومش هتبقى أمريكا هي المسيطرة على العالم وهي اللي فئدها الكوة أبرز توقعات جعيات للألفين تلاتة وعشرين للدول العربية بتقول أن في عدد من التغيرات الجيدة والسلبية للوطن العربي وأن العديد من الدول العربية بالذات الخليج هتشوف أحداث جديدة وتطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي وقالت أن العالم الجديد سيغير مصير العديد من الشعوب العام الجديد حفوا سيغير مصير العديد من الشعوب في هذه السنة وهنقول أبرز التوقعات اللي قالتها للدول العربية بتأكد جعيات أن المملكة العربية السعودية تستمر في أزمتها وتمر كمان بتكسير من الأزمات على أسعادها مختلفة وتوضح أن السعودية تشوف ممكن مظاهرات بالطالب بالتغيير بسبب التطبيع مع إسرائيل وبتبين جعيات أنها بتتوقع أن يمر ممكن الملك بأزمة صحية وبتتوقع جعيات لدولة الإمارات العربية وقوع أحداث مؤسفة دامية بعد تطبيحها مع إسرائيل وهتشوف عمليات قتل إرهابية المجموعة من السياح لإسرائيليين على أرضها وهتنسب العمليات الناجحة دي المجهولين الأمر ده هيضعف أمن الإمارات ويشكل أزمة أمنية هتمر الإمارات بتغييرات عديدة في الجانب السياسي ونظام الحكم فيها هيتم عزل عدد كبير من الشخصيات في الدولة كتير من الدول العربية أو مزيد هتسعى للتطبيع مع إسرائيل وهتوافق على كمان كده أو ذلك وده هيجعل هيبتها في الوطن العربي وصورتها مهزوزة وهيطرد مواطنين الدول دي من دول عربية أخرى الجزائر هتمتنع تماما عن التطبيع ولا توافق على قرارات الدول العربية بالتطبيع وترفع رؤوس العرب بموقفها المشرف كما اعتدنا منها طبعا دي كانت نبؤات وتوقعات ممكن تصيب أو ممكن لا تصيب وفيه اعتردوا على المقولة اللي أنا بقولها الغيبة عند الله وحده ولكن أنا يعني بقول التوقعات وأنا مؤمنة أن في الأول الأخير لا يعلم أبدا الغيب إلا الله وحده دي كانت أبرز توقعات جعياد لمصر والعالم والوطن العربي على الصعيد السياسي والاقتصادي والعالمي بنتمنى عام سعيد للجميع وبإذن الله يكون عام يعني خير ويجفي كل 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 خير للوطن العربي شكرا جدا لاستماع الجميع شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا